ماريكارت ماريكارت غرانثفت 2 المغاية مثل اسلوب السرقة السيارات وتعدد الاسلحة وواجهة لعبة حتى وايضاً عداد الشرطة يعني لو عملت عمل شغب كبير راح تيجيك شرطة اكثر ويطردونك وبحين جمك تلبابات بحين طيارات بحين الكبترات وهذا كله موجود اصلاً في غران ثيفت اوتو وصرقته لعبة سينت رو وهذا طبعاً غير بعد الشيت كوتس اللي تعطيك اشياء احياناً مضحكة واحياناً مفيدة اشتركوا في القناة تلبيه الأسلحة وتجميع أرواح والحصول على القدرات المتنوعة نفس جودة ووار وحتى الواجهة نفس جودة وار يعني كأنك تلعب جودة وار بس بشخصية ثانية ورابع معنا معنا بلاي ستيشن أول ستارز و سوبر سماش نتندو اختراعات لعبات سوبر سماش في عصر نتندو سكسي فور وطورته في الجيم كيوب والوي والوي يو وميستا انه كان تجمع شخصيات متنوعه من العابه المشهورة ويقوم البوكس بينهم وطبعا كانوا في بداية أربعة ضد أربعة لا يعني أربعة يطقون أربعة ضد بعض يطقون هواش طق جلد بينهم والحين وصل الأمر لثمان شخصيات في نفس الوقت وصاروا برضه يجبون شخصيات من العاب ثانية كضيوف مثل سونيك وصولد سنيك وبلاستيشن والستادس سرقت الفكرة وجابت العيد فيها يعني هم سرقوا فكرة أن يستخدمون شخصيات فالعابهم قتال أربعة يطقون بعض بعدين كل شخصية عند حركة قاضية وجابوا ضيوف برضه من برة زي بيك دادي وظاهر رايدن من لعبة متالكير ومراحل برضه نفس فكرة أن يكون مراحل بالطبقات يورقون يطقون يقوم البوكس بينهم لكن الشيء اللي جابوا في العيد أنك لازم تسوي القاضية عشان تطلق خصمك يعني مثل قد ما تجلد فيه ما يهم لما كان عندك قاضية ما تجلد تفوز عكس سبرسماش اللي لازم أصلا تجلد خصمك وتوصل طاقته إلى مية بالمية عساس تقدر تفكر أنك تطلع من الخريطة يعني بلاستيشن لما تصرقون أفكار كاملوا جميلكم وصلوا بكل شيء مو تهملون أهم نقطة يعني أهم نقطة تهملونها عشان تخلي الفكرة تنجح وآخر اللعبة معنا هي لعبة ني او ودارك سولز سلسلة سولز جابت أفكار جديدة وحلوة في عالم الألعاب وفي ألعاب حاولت تقليد أفكارها لكن لعبة ني او سرقت الأفكار في وضح النهار من ناحية الواجهة الشاشة اللعب وأيضا عداد الستامينا وفكرته وكيف كثة الضرب ينقص وفكرة الشرايز اللي هي أصلا البونفاير موجود في دارك سولز وأيضا الفانتوم الحمر هذا غير صعوبة اللعبة وفتحة ماك الاختصار يعني سرق عيني عينك في وضح النهار وهذه كانت الخمسة العاب اللي اتهمت من سرقة أفكار من الألعاب ثانية قلنا اشتراكم بالألعاب هذه وهل عندكم وجهة نظر أخرى في الموضوع ذا وأيضا إذا عجلكم الفيديو سووا لنا لايك وفجروا تفجير عسا سنعطيكم فيديوهات رهيبة مثل كذا كما كان فات الشيحة شكرا لمتابعة مع السلام